السلام عليكم الحبابات الغاليات هش خباركم كديرين لبس عليكم صباحكم مبروك ومساءكم سعيد وان شاء الله تكونوا بيخيروا على خير هش خباركم لبس عليكم يا رب يلقاكم هذا الفيديو انتم متعب كامل الصحة والعافية وحشكم اصحابتي الهلا يخطكم عليها مدة هدي وانا مصافرة يا البنات هنا يا را شوية اللقطات غير بغيتها كي يبقى وما اختكم را صافرات ورجعات وشكرا لكم بزاف بزاف البنات اللي كسولوا عليها في سوف تعاليق في الواتساب في انستغرام الهلا يخطكم عليها والله يجعلها محبة خالصة لوجه الله تعالى ودائما بيناتنا ان شاء الله يا ربي والهلا يخطكم عليها مرة اخرى هنا يا البنات هدي را هنا تالي ديال شهر ستة اه ديك خمسة وعشرين امكان في شهر ستة هدي العام قدرت لان الصفر مشيت بكريا قبل قامة شدود دراني العطلة ايه وذا باختكم ارها را رجعتها ايه كتشوا فراشي ديها ان البنات شديد طريق بغيت نخلاد اللقطات هكا كي يبقى وكاديكرا وكن شارك معاكم حتى شوية همال مهم كما قلت لكم كنت معولان صفر في النص ديال السبعة ولكن سبحان الله العظيم ما كانت مشيغل فيه ما مش شكل لا جاء الصفر في هاد الوقت هدي له الظروف ومشينا وتحركنا يعني مشيت الارباط قلست في واحد اليومين كنشارك معاكم مشوية هكا هاد اللقطات وما شاء الله سعداتكم اخواتي الناس ديال ديال الداخل ديال الارباط ديال طنجة ديال احنا يرى ملك نشوف هكا نقول ولك الحمدلله على كل حال مهم كل واحد فيه مكتب له الله ارزقه ايه زعمال المعيشة ديالو اهنا البنات شوية خرجت الارباط را بغيت نشارك معاكم واحد الفيديو زوين بزفو لكن هاد اللقطات هادو ديال السفر بغيت نحطوه معاو تاني هنا ايه يبقوا في هاد الفيديو ونشارك معاكم شوية هكا اه شوية لقطات من 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 صفر ديالو انا دوزنا مع الحباب والعائلة واحد اليومين فارباط وخرجنا وتسارينا وكان ما شاء الله اجواء اللي هي عائل يزوينا نهار لاخور مشيت القنيطرة وقطعت في تي جيفي ومشيت اختيكم الطنجة ها وموليداتي اللي بديت معايا الصغار والكبار الكبار كان خلوم كي مشو بوحدهم معاو تاني صافي انا البنات قطعت في فتران حيث صافي مكلاش غدي نمشو بطمو بالعوتاني مسافة كبيرة من الراشي ديالو انا فضلت نمشي في التران ما فيش بزاف ديال التعب ديال الطريق وتيجي في رها المهم من من القنيطرة لطنجارك ومعارفين الساعة هكا 45 دقيقة اللهم ولا بتطمو بالعوتاني نراها مسافة تقريبا 6 ديال ساعات اولا بزافة يوصفها البنات صلاة صفار وعقبها لكل سنة والله يجب عوتاني نصفروا ان شاء الله عوتاني فضل مناطق حدانا والعرسات هادي العام عندنا في البلاد وفي العائلة ان شاء الله ان شاء الله ندوزوا ايام اللي تكون بيخيروا على خير هنا البنات رجعت ولقيت الحرارة شاعلة يعني غياذي كعشرين يوم ولا خمسة وعشرين يوم اللي دووزت ديالصراتني مبقيتش قد على الصد ومع مرينا كانتش كاقا عم الصد ولكن هادي العام ما شاء الله هره وقدست علينا واحد الصد واحد الحرارة ووجبت هادي الفرفانة هادي توصلت بها من المواقع ديالوادوكس قبل ما نمشي وخليتها حتى اجيت شاركتها معاكم ولكن تبارك الله هراني سوف نديروا ليها امتيحان في هادي الصعودات هادي وهادي الحرارة نحن كن في الصباح كنكون فايقين كتكون عندنا 42 درجة يعني الحمد لله على كل حال هذا الشي ديالله معنا ما نقولوا فيه غير زعماء كنبقات تشوفوا مساكين ناس ولدت صغار كيب كوب صونيا ناس كبار ولكن الحمد لله نشكره على كل حال يجب غير الصحة والسلامة بالنسبة لهذا الفونتيلاتور هادي لامارك توريست وصلت بها من الموقع ديالوادوكس كما العادة كيجيبوا لكم حتى الضار بالامبالاج بالامبالاج دياله كيكون مزيان وكتكون مؤمنة بالفرشي ما عمرش حاجة وصلتني من عندهم مهرسة ولا فيها شي ديفو او لا ولا حتى الاخوات اللي كيمشيوا من الطرف ديال المعمور وصلتهم شي حاجة اللي كتكون مهرسة نهائيا يعني الامبالاج كيعطاه واحد كيعطاه واحد الاهمية اللي هي كبيرة بزافة هو الموقع ديالوادوكس هادي لامارك توريست بالنسبة لهذه فيها خمسين وطن البنت يعني اقتصاد ديالواحد درجة ما كتصورش وغادي نشارك معاكم كيفاش كتخدم وغادي نركب لي هاد القاعدة هادي باش كتوقف هيا راه من ديال الماركة اللي كتكون وقفة هكا وكادور إلا بغيتوها تكون كادور بغيتوها تبقى مفيكسية واللي زوين فيها البنات من بعد ما جربتها وكن ديال لكم المونتاج لهذا الفيديو هذا اللي زوين فيها بزاف انها بعدها كتخدم مدة طويلة تبارك الله يعني تخليوها اللوقت اللي بغيتو وما فيهاش ذاك الضاجيج او ذاك الصوت اللي كيكون مزعج بعض بعض الفرفارات يكون فيهم واحد الصوت خيب مزعج ما كتقدروا تصبرو او لا تنعسوه هي كتتزعم اخدام احداكم هادي الله هادي ساكتا ما فيهاش صوت قاع يعني بحالة مخداماش تقريبا اي وغادي نركبها ان شاء الله بالنسبة للتمن البنات هرا كنت دايرها في الاول كنت دايرها احتمن اللي هو كتار من هذا ودبرة دايرين فيها بروموسيو ها هو خمس مية واربعين درهم زائد عشرين درهم ديال التوصيل انتم راه من الجوج في الشهر البنات اللي توصلت بها والاسم ديالي ها هو بالنسبة لهذه هذه هي ديال القارنتي عمان ديال القارنتي بالطابع بكل شي ولكن تحتافظوا على هذه الورقة وكتحتافظوا بالكارتون بدون كل مسائل ديالها كله إلا كان شي مشكل في الموتورو لا راهم كتتوصلوا معهم كيلقوا لكم الحل صفية البنات وبالنسبة للأخوات جهة درعات فلالت كلها يعني كلها كلها حيث حال هذه كانوا يديروا في الجهة ديال فراشي ديال او لا في فرش في ميدالت في بوميا زايدة بودنيب هذا البلايس كلهم سوف نعود نقول لكم بالترتيب حال هذه كي يكون الدفع قبل استيلم باش هو ما حيثوا في امانة كي يجيبوا لكم انتم مان خلصين الكمانت هذا هو اللي كان لحلو بزاف كي يقولون لي زاعمة وادوكس وثيقة 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 قبل الاستيلة معكس من الدون الأخرين يعني كنت كنقول لكم البنات غير توكلوا على الله راها ثيقة ما شاء الله راها يفلسكم في الامان وحتى السلعة لكم كتوصلكم كي مبغيتوها والحمد لله ما عمرت زاعمة وحدا زاعمة والقدش مشكل او لا مصيف طولهاش في الوقت او لا دائما الخدمة ولكن كان المشكل هو التوصل دابا الموقع ديال وادوكس راها داير توصيل لهذه المدن كتتواصلوا مع الاخت غيزلان كتدوزو لكم وند كتتأكدوا عليها بان الطلب ديالكم صافيو كي يستفطو لكم حتى كتتوصلكم لكم وند ديالكم الفرفارة ولا اي حاجة طلبتوها عاد كتتخلصوا يعني بحال نبدد بحال مدن الأخرين هذي حاجة جديدة ولا ادرتها الموقع ديال وادوكس شي حاجة اللي يزوينا بزاف أخوات حتى توصلكم السلعة كتتخلصوا يودا بالبنات نرش شوية ديال المعلى هذي البلاصة كانت فيها هناك كان فيها مفرشة كانت فيها الطبلة بعدها بالكراسة ديال المكلة وكتكون فيها السدادر والبونج ديالهم وحيتهم بشفات الصفادة كان نسيقها يوميا كان نرش عليها شوية دلماء وخمشين ما بزاف ولكن الموهي موحجوز طيلات صغار ولا ثلاثة وكان خليها كتبرد كان خليها مداء شوية في الحيط شوية في الارض حتى تبرد مزيان باش يلا نفرشوا وكانت لقوا الفرفارة كنتم معي تشوفوا هناك بحالة نفوروا والله القسم نرشها شوية ونخليها خمسة دقائق ثلاثة أو لاربعة منها ثلاثة 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 ونرشع لها الماء ونخليها واحد شوية حتى تبرد ونخليها يشربوا ثلاثة ثلاثة فرصة لها الماء ونفرشوا نحط هذه الفرفارة هذه الكويتات التي كانت في فوق السجر والتي كانت تفرشها في الارض لا تريد أن نقوم بسيقها كل الصباح لنقوم بسيقها هذه الضربية تكون تقيلة سهل ونقوم بسيقها ونقوم بسيقها ونقوم بسيقها نحط هذه الفرفارة بالنسبة للأخوات التي قالوا أنها مخيرة لبنت هذه هي التي شهرت معكم في الأول فيديو التي توصلت بها من الموقع الوضوكس تبارك الله فيها 50 وض لا تكون جدا ونهائيا ونريكم طريقة لتخدم هنا توقيت مثلا 40 دقيقة ساعة أو 20 دقيقة أو لساعتين وكتفى بحدها هنا توقيت تحرك بدون مستخدم ثم تحرك فكرة ونقوم بحيث ونقوم بحيث كما العادة تمتون هناك توريس ونقوم بحيث ونقوم بحيث كما أردت ونقوم بحيث ونقوم بحيث ونقوم بحيث على حسب الوليدة تصغير هذه البلايسة تدخلهم و تخافوا عليهم لا يمكننا أن يدخلوا عشاء يدهم سوف نخدمها معكم سوف نقوم بها هذه الشلمة تستطيع ورقة هكذا تطيروا و تحيدوا من البلاسة و تبرد البلاسة و هذه البلدة تزوينة و تطحن الهواء و تسخون و تعطيه لنا برد و المهم سوف نقوم بها سالينا تسياق سالينا الغبرة و تقديثة و تحديد الكزينة الفوق سوف نشاركها معكم سنجمعها بعدها ننطيب الفوق و نزل تحت سوف نضيف لغدة و لا نحاول أن نحصل و لا تكون بردة و هنا الخدمة و ذلك ترجع المقادر نجمع فيها لأنها كانت لديها كوموند كانت لبنات لي وزول كوموند ومن اللي صافرت لا تهضرنا ورسلوا لي الفلس يوصافي دبرة ثانية سنواجد لأخوات اللي وصّوني عليها نشارك معكم كل شي في فيديوهات اللي جايين ان شاء الله مطلوبة ان شاء الله هذه الحسارة اللي كان صوبت هذه المرة في شاركتها معكم وعاوتها بزاف ديال المرة دبرة ان كان حمر زنجلان بعد ما نقيته كل شي هاد الشي منقية واللي تغسل ركا يتغسل كما العادة المهم شي حاجة لي كتكون نقية ندرتها في الفران دياله باش نقص عليه يتحمر على الخاطر بشوية باش ما يتخطفش هنا اللي أخوات اللي بغوا الطريقة ديال للحساب التفصيل وبالمقادير ركاينة في واحد الفيديو درت تغيير الحساب وحده في ذاك الفيديو هنا يا عاوتها نرى تحنت هدك دوك المكسارات اللي فيهم البستاش الكاجو كاوكا واللوز نوار الشمس هدوك المقادير كلهم اللي شتو دوك المكسارات درتهم في هاد الماكينة ديال املو حتى هي ركا تعطيلي على شكل عجينة بحال كما شتو بحالكة صافي قادي نحاول نحيدات شقاع اللي فيها في الوسط وننقيها ونمسحها تادي زوينة بزاف كنخرج منها كنصوب بها املو كنصوب بها في نفس الوقت هاد العجينة ديال المكسارات اللي كنستعمل في اللحظة صافي المهم اللي غادي توجد حتى هي هادي في الفيديو الجاي ان شاء الله رادي نشاركها معاكم هنتو ما شوفوا تبارك الله العجينة ديال البستاش الكاجو وقاعدوك المكسارات كلهم واخره من لي كان نخدم هاد شي كيكون واحد الصهدل بالنسب الماكينة والسخونية ولكن مش مشكلة اللحظة حيث عندي فيها بزاف ديالي كوموند يعني غادي نخدمها عاوتها في هاد الايام هادي هنصوب هادي وغادي نعود نصوب واحدة اخرى ان شاء الله صافي غادي ننقي هاد الماكينة وغادي نمسحها مزيان كان نمسحها حتى كتولي بحل ما دازش فيها هاد شي باش ما تبقاش فيها ريحة ديال مكسارات وصافي ندير لها واحد البلاستيك والسلوفان ولكن نرى ما تبقاش واحد المدة ليها طويلة را خدامة بها يعني كل مرة كنعود نطحن بها ودبالبناس غادي نطلع ان شاء الله لنجمع حتى الكوزينة والمواعن شوفوا الكارل هذا الشيء لا تقوم بها لان شاء الله سوف نشاركه معكم هذا القهوة اقتصادي سوف نمسحها حتى نتوقع هذا الشيء كامل سوف نقوم بها جافل سوف نقوم بعمل ثم نطلع حتى نقوم بعمل على خضرات خيبة وقامت مفتل لذلك السفرة كانت على غفلة تقديت الخضرة وصافرت ولكن لم يكن يمكنها نبس بس المساند الرسمي المهمة سوف نقوم بإمكانه سوف نشارك معكم الخلطة التي نقوم باستغنش عليها كلها سيق ونقي الأرضية كلها سيقتها وهناك هنا لديه البيب حيث كانوا يزين لها ولكن سبحان الله العظيم لا يريد أن يأتي على هذا البريكون الصغير مهم ان شاء الله يكتب الحيوط ومسحتهم كل ما نقيته مهم الكوزينة البناثرة هنقية ان شاء الله هنتم معي شوفوا ما الذي نظهر هنا كي يكون هذا الشعادية البرة يدخل ويعطينا الضلمة وهذا الشيء الذي كان لدينا البناثرة سوف يشعل ولكن رانيت كما خليته كما بقى حلس هذه السرجمة يجعلنا قليلا البوطرة سهلة الضياف طيبة تحت وطيبة تزعمها هنا ونزلتها تحت المسخد سوف نرشلها قليلا برودوي ونشاركها معكم ونشاركها معكم ونشاركها معكم ونشاركها معكم بالنسبة لدينا نجلة لا تحتاجها جديد تبارك الله نغسل الثلاجة ونشاركها ونزلتها ونستخدمها ونشاركها 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 ونشارك معكم كيفية نضيفها طبيبة ولكن أحضر طبيبة ونشاركها